من المعلوم أن أكثر أئمتنا عليهم السلام حديثاً اشتهر عنه بسبب الظروف التي أتاحت له نشر الحديث هو إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام مع ذلك هو من أقل من يروي عنه أهل الخلاف لم تتجاوز رواياته في كتبهم السبعة قاطبة كتب ومصادر الحديث الرئيسية عند أهل الخلاف يعني صحيح مسلم هاي واحد عفواً صحيح البخاري أولاً نبدأ به مسلم ترمذي ابن ماجة أبو داود هاي خمسة النسائي ستة والسابع يكون موطأ مالك أستاذ الكل بعد هاي الكتب السبعة في كلها روح تصفح مجموع أحاديث الإمام الصادق عليه السلام فيها أو فيهن لم تتجاوز مية وخمسة وأربعين حديث الله أكبر فقط الله أكبر بينما تجاوزت أحاديث أحاديث الزهري محمد بن شهاب الزهري في هذه الكتب السبعة وهو معاصر الإمام الصادق عليه السلام كم عدد أحاديثه أربعة آلاف وخمسمائة حديث تجاوزته تجاوزت هذا الرقم لاحظته هل هناك صورة أوضح من هذه من الإعراض عن العترة الطاهرة عليه السلام وحديثهم هذا مع أن الصادق عليه السلام هو أكثر العترة حديثا اشتهر عنه وين مية وخمسة واربعين حديث بل أقل شوية مية وثلاثة واربعين مية كذا هالحدود وين أربعة آلاف وخمسمائة من الزهري لماذا لأن الزهري كان في بلاط بني أمية يعمل في بلاط بني أمية فالباب مفتوح لنقل الحديث عنه والنفوس مرتاحة لنقل الحديث عنه أما أبو عبد الله الصادق فهو سيد العترة إمام العترة النفوس منقبضة تتحسس من حديثه لا تريد حديثه أهم كتاب حديثي عند أهل الخلاف ما هو البخاري هذا أهم كتاب حديثي عند أهل الخلاف عدد أحاديث الزهري في هذا الكتاب فقط تجاوزت ستمائة وخمسين حديثا يعني فقط في هذا الكتاب أحاديث الزهري واحد من الرواة تجاوزت أضعاف أضعاف يعني أضعاف أضعاف حديث الصادق عليه السلام في الكتب السبعة كلها لاحظتوا شلون المقارنة شلون عدد أحاديث الزهري فقط في البخاري ستمائة وخمسين حديث أكثر من ستمائة وخمسين حديث وعدد أحاديث الصادق عليه السلام في كتاب البخاري كم صفر صفر لا يوجد حديث واحد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام لماذا لأن الزهري يعمل في بلاط بني أمية أما الصادق عليه السلام فهو إمام العترة